فاروق خليني ارتدي من عندك هل بتشوف انه نتيجة المجهود المكسف والتركيز المكسف والاستعادل المكسف لبطولة كاس العالم للانداء والبداية باربع مطشاط هي بالنسبة لنا تقدر تقيس ان هم اربع مباريات نهائية مع ابطال قارات هو ده اللي كان سبب رئيسي فيه تراجع المستوى و تباين المستوى بعد كده في مطشاط دوري الابطال هلال ثم سانداونز والدوري اصوان ثم داخلية هو سبب بس مش رئيسي خلينا نقول ان هو واحد من الاسباب طبعا انت لعبت اربع مباريات في منتهى القوة في وقت داية وبعد كده جيت ما ريحتش وبدأت على طول بطولة حتى مش الدوري دوري ابطال افريقيا و احنا عارفين دايما مباريات دوري ابطال افريقيا مباريات صعبة ازاي لكن احنا بنقول برضو ان فيه اسباب تانية لازم نتكلم عليها فيه ضعف واضح وفروقات ما بين اللعيبة مستوى بعد اللعيبة كان مستوها جيد بعد كده لما فيه لعيبة تانية بتاخد فرص بنلاقي فيه تفاوض كبير من مستوى لعب اساسي ولعب احتياطي بنتكلم على لعيبة شاركة ضد الداخلية في المباراة الاخيرة ما كانتش موجودة في بطولة او ما لعبتش في بطولة كاس العالم الانبية ورغم كده المستوى فيه هبوط واضح جدا جماهير النادي الاهلي طبعا تكون زعلانا جماهير النادي الاهلي امتى بتزعل من لعبة النادي الاهلي لو فيه دي اوف او فيه غير او ما فيش توفيق ده بيبقى واضح في المباراة وجماهير النادي الاهلي مرد بمباراة كتيرة بالشكل ده وما كانش فيه زعل من اللعيبة لكن لما يكون فيه هبوط واضح في المستوى لما يكون فيه رعونة في الشوط التاني بشكل واضح قدام الداخلية فرقة بتلعب قصادك عشرة لعيبة واضطرد منها واحد وانت خلاص فاضل عشر دقايق ومتقدم بهدف ازاي بتفقد الكورة بكل سهولة لازم يكون فيه واضح كده شخصية مدرب مع اللعيبة ما ينفعش بقى رايح بجمال مرتدة اربع لعيبة على وسط ملعب تقريبا خالي تماما من لعيبة الداخلية وافئد القورة لمجرد تمرير خاطئ ما ينفعش في آخر عشر دقايق في المباراة في الدوري قدام خصم اعتقد ان الخصم حتى هو سلم او رأيه خلاص لانه هو اضطرد منه لعيب والنادي الاهلي بيلعب ومتقدم في النتيجة لكن الاهلي اهدى الاهل الداخلية الهدف وحتى الداخلية بعد تسجيل الهدف اعتقد النادي الداخلية كان ممكن يسجل اكتر من الهدف لانه خلاص تمع في المباراة وشاف وحس بالتكاسل اللي كان موجود من بعض لعيبة النادي الاهلي وهي حاجة يعني ظاهرة ما بتكرراش كتير للنادي الاهلي لكن كانت واضحة في المباراة الاخيرة